تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 505 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قربة 313 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدعومة تم دبط أكثر من 62 طن وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فتم دبط أكثر من 237 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط قرابة 13 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 369 قضية من بينها 120 قضية خبز نقص الوزن و88 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال قضايا التومينية المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 17 طن اشتركوا في القناة